اشتركوا في القناة المغربي يوسف انصيري يفجر بقرار رحيل عن نادي ايشبيريا ويصدم الجميع بوجهته الجديدة الوداذ الرياضي يكشف عن جديد الحالة الصحية لنجمه منتصر الاحتيمية قبل مواجهة ماملو ديساندونز الجنوب الافريقي في اياب نهائي السوبرليغ الافريقي مدرب نادي فريزونوني يحدد ما يحتاجه المغربي ولتشديرا للتألق وتشجيل الاهداف فاشر فريق نادي الزمالك المصري مفاوضاته من اجل استعادة خدمات الدولي المغربية اصرف بنشرقي اللعب حالي للنادان الريال القطرية صحيفة الوطن المصرية اشارت في شاق عريض لها الى ان ادارة الزمالك فتحت باب التفاوض مع اصرف بنشرقي على امل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بعد نهاية عقده القصير الامد مع نادي الريال القطرية المصدر داته افاد بان مسؤولي القلع البيضاء لهم امل كبير في ابرام هذه الصفقة ولديهم عقب واحدة حاليا وهي حل ازمة لعبه محمود عبد الرزاق شيكابالا مع سوبرتينج لشبون البرثغالي التي تسببت في عقوبة المنع من الايتدابات وكان النجم المغربي نجما في الدولي المصري مع نادي الزمالك حيث لعب معه 109 مباريات سجل فيها 41 هدفا وكان حاسما في 28 كما توجى معه ببطولتي في الدوري وكأس مصر في مناسبتين الى الجانب كأس سوبر الافريقي وكأس سوبر المصري بعث الدولي المغربي يوسف انصري مهاجم اشبيل الاسباني لكرة القدمة برسالة فيد رغبته في الرحيل عن الفريق الاندلوسي خلال المركات شتو المقبلة واوضحت صحيفة استوديو دي بورتيفو الاسبانية ان المغربي يوسف انصري يبدو غير مرتاح في اشبيليا مشرا الى ان هذا الامر جعله يفكر في تغيير الاجواء في اقرب المركاتو وشدد الصحيفة الاسبانية على ان مهاجم الاسود انصري قلق نظرا لعدم الاعتماد عليه في بعض المباريات وتفضيل مارينيو ورفام ميل عليه داخل الفريق واشارت المصادر نفسها الى ان اللاعب المغربي بات يحس انه لاعب غير اساسي بالنسبة للمدرب دي جو الانسو وابرزت المصادر ذاتها ان المغربي يوسف انصري رفض العديد من عروض خلال العديد من السنوات افضل البقاء في اشبيليا وضفا ان الفترة الحالية غيات من فكرة اللاعب المغربي الذي بات يفكر جيدا في المغادرة وتصدر الاشارة الى ان عقد يوسف انصري مع فريق اشبيل اسباني ينتهي في صيف سنة 2025 كشف اني الشاغو طبيب ندي الودادة الرياضية تفاصيل اصابة منتصر الحسيمي بعد خضوعه للفحوصات طبية اللازمة قبل مواجهة ماميرو دي ساندونز الجنوب الافريقي في اياب النهائي الدول الافريقي واصب منتصر الحسيمي بكدم قوية على مستوى الرجل لكنه لا يعاني من كسر بعد الخضوع للرنين المغناطيسي حيث كان قدمه منفتحان واضاف طبيب الودادة الرياضي ان حضوض مشاركة المهاجم منتصر الحسيمي في مباراة الاياب امام الفريق الجنوب الافريقي ساندونز تبقى قليلا لكنهم سيعملون كل ما بوسعهم حتى يكون الجاهزان بحول الله ويحاول نادي الودادة الرياضية ضيفا على نادي ساندونز الجنوب الافريقي يوم الاحاد القادمة على ارضية الملحب لوفيتسو فيرسيفلد ببيرتوريا انطلاقا من الساعة الثامنة ظهرنا بتوقيت غرينيتش شخص مدرب نادي فريزيونون الايطالي كوزبيو ديفرانشيكسو وضع لمهاجم المغربي وليشتيرا على هامش سيامه عن التهديف وتحدث ديفرانسيسكو في الندوة الصحفية الخاصة بمواجهة امبولية يوم الاثنى الماضي عن وضع شديرا قائلنا اذا ركز شديرا عن المرمى فقط فانه يجد صعوبة في تسجيل اهداف ومع ذلك انستعيد بالعمل الذي يقوم بها وتابع لدينا ثلاث مهاجمين لم يسجل احد منهم حدفا الى من ركل الجزاء ولكن التركيز على تسجيل اهداف لا يجب ان يكون الاولية واتم المدرب ذاته بمجرد ان يحرر شديرا نفسه سيجد شقة كبيرة في نفسه من ازل التسجيل والعودة الى صادارة الهدافين ويعادي شديرا على مستوى تسجيل اهداف منذ اندمامه الى في الفوري الحالي قادما من باري في امريكاة الصيف الماضي قبل عودته الى انتر ميلانا في الصيف القادم اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة